النهاردة اليوم مشي ازاي؟ النهاردة اليوم مبتدى بتدريب الصبح كان في محاضرة فنية ركز فيها ميستر مسلماني على كايزر تيفز وعلى نقاط القوة اللي واجب على الفريق انه يتعامل معها وعلى نقاط الضعف وبعد المحاضرة الفنية كان في تمرينة وبعد كده طبعا فرقة توجهت للمطار عشان تستقل للطائرة الخاصة للمغرب خلينا اقول لكم قايمة كمان والقايمة دي لها اكتر من دلالة واكتر من اهمية الحقيقة قايمة الفريق استعدادا للمغرب طبعا القايمة ضمت 28 لعب في الحراسة حراسة المرمى عندنا الشناوي والحمد لله علي لطفي تطميننا عليه وخلينا اقول لحضراتكم انه دكتور احمد ابو عبلا قال ان ان شاء الله علي لطفي هيشارك في التدريبات اعتبارا من بكرة ان شاء الله وهيكون معاهم كمان مصطفى شبير في خط الدفاع عندنا محمود وحيد محمود متولي رامي ربيع ياسر ابراهيم ايمان اشرف بدر بنون سعد سمير علي معلول ومعاهم محمد هاني خط النص معانا حمدي فتحي آليو ديانج عمر السلية محمد نجدي افشة كريم ندفد محمد محمود اكرم توفيق وليد سليمان وحسين الشحات وخط الهجوم كهرباء مروان محسن محمد شريف صلاح محسن وولتر بواليا وطهر محمد طهر وجونيور وحتى كمان يمكن يعني ابواليا كان عنده زي معاكد دكتور احمد ابو عابل عنده التهاب خفيف كده في الرجبة بس اكد ان شاء الله عنه انه هيكون بكرة جاهز لانه يشارك في التمرين الجماعي مع الفريق اللي يطمنك ودي واحدة برضه من عوائل ان شاء الله طمن جمهورنا دي الاهلي انه مش بس سكوات كامل لكن كمان يعني الحمد لله الحمد لله في الماضي شات كتير جدا صعب علينا في السيزن الفات كان دايما فيه غيابات كان فيه غيابات بسبب الاصابات غاب عنك احمده اساسية ولعيبه اساسية على مدار فترات طويلة جدا وفيه منهم اصابات طويلة زي مثلا علي معلول كان فيه عندك كورونا يعني كورونا انا فاكر في نهائي دولي الابطال غاب عننا ثلاث لعبين بسبب الاصابة بفيروس كورونا وبالتأكيد كانوا مؤثرين في القوة ضربة بتاعت النادي الاهلي ومطشاط عديدة على مدار الموسم كان عندك غيابات لكن انت مش بس بتشارك بدون غيابات يمكن طبعا وليد سليمان هو يعني مش هيكون موجود بشكل اكيد في المطش النهائي لكن كمان الحمد لله الحمد لله رغم انه كان موسم مجهد جدا 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 حالة الارهاق عننا منها فترات طويلة واثرت علينا في مطشاط كتير جدا واثرت علينا حتى في الدوري المحلي لكن انت رايح المغرب وانت مش بس كامل للعدد لكن كمان لقد تكفي على فورما يعني وبتكلم على الشناوي او حتى علي لطفي علي لطفي احنا لو حضرتكم بتتذكروا في مبارات الزمالك وكان يمكن شوية مسبب يعني تخوف لجمال النادي الاهلي انه الشناوي هيغيب عن مطش الزمالك وانه علي لطفي لانه علي ما كانش بياخد كتير في الفترة دي مطشاط ففكرة انك تبعد عن التشكيل الاساسي الى حد ما تخلي عند الجمهور انه مش متطم قدم مباراة لاروع وانه فاكر كواس جدا انه جمهور النادي الاهلي اختار علي لطفي في مباراة الاهلي والزمالك كافضل لاعب يعني التلت نقاط الفرصيدة علي لطفي في جدول الترتيب العام كانوا نتيجة حصوله على افضل لاعب في مباراة الاهلي والزمالك فعلي لطفي كمان وجوده مطمئن جدا ان شاء الله مع محمد الشناوي خط الظهر للرباية عندك ولا اروع يعني ان شاء الله متولي يدخل كمان معاهم ساعد يضغط على نفسه ويرجع تاني يبقى عندك ستة في قلب الدفاع مستويات محترمة جدا تقدر تعتمد على اي اسمي فيه ومنت مغمض بدر بنون ياسر ابراهيم ايمان اشرف رمي ربيعة متولي وساعد اليمين والشمال اليمين طبعا هاني مش محتاجين نتكلم على امكانياته هاني بتهالي المسم اللي فات هاني خلاص بصم وقدم اوراعة مدو الجمهور نادي الاهلي انه الحتة دي باسمه يخش عليه كمان اكرم توفيق اللي قدم مستوى مبهر مبهر اقل حاجة يتوصف بيها مستوى اكرم في الفترة الاخيرة انه مبهر في الحتة دي وبالتالي كان هاني كان اكرم حسب ما يشوف مستر مسماني انت متطمن جدا الاقرب يمكن يكون اكرم لانه هاني برضو راجع من اصابة ما وصلتش وما خدش اللي يسمح له انه يستعيد فورمة المطشاطة العالية لكن في النهاية في الحتة دي عندك اتنين على اعلى مستوى علي معلول حدث ولا حرج ولو احتاجت ورا منه عيمن اشرف او محمود وحيد الاتنين كانوا موجودين وكانوا قد الرهان عليهم في كتير من المطشاط نص الملعب تحتار تبتدي بمين ولا مين هيلعب بتلاتة التلاتة موجودين والتلاتة بيقدموا اعلى مستويات سولية ديانج حمدي فتحي هتبتدي باتنين منهم هتختار تختار مين حسب الوجبات والتوظيف مستر مسماني هيشوف ممكن يكون هيبتدي بمباراب تلاتة وادت جدا او يبتدي باتنين بس وبالتأكيد طبعا قدامهم مجدي افشة اللي بيعيش حالة تقلق وبص الافشة فيه لعيبة لازم تبصرها في الاهلي طبعا دي لقطات كابتن محمود الخطيف في طيارة طبعا هو طبعا لحظة بلحظة طول المشوار كان مع الفرقة في كل مطشطها في كل تدريباتها بيسلم على الفريق واحد واحد ده رئيس النادي الاهلي وقصورة النادي الاهلي في كرة القدم كابتن محمود الخطيب بالتأكيد دفع معنوية كبيرة جدا 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 مش بس كرئيس النادي دايما بأكد على حتة دي اي لعيب كرة كل اللعيبة دي اتفرجت على كابتن محمود الخطيب انا دايما بقول انه يعني لما تيجي تسمع او تتكلم على اسم الخطيب يعني لأسف 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 في ناس صغيرة بتحاول تحط الخطيب في مقارنات اللجال اللي شافت الخطيب اسأل لعيبة مصر الكبيرة حتى اللي اعتزلوا منها اللي كانوا أساطير احنا مصر ولادة دايما اسأل زيدان اسأل أحمد حسن اسأل حزم إمام اسأل بركات اسأل الايقونات دي اسأل عبدالسطار مش دول أحرف حريفة جابتهم مصر في السنوات الأخيرة اسأله محمد صلاح مين الخطيب هو الناس دي اللي ممكن تقول لكم مين الخطيب خطيب في حتة تانية خالص فالعيبة الكورة لما بتستقبل كابتن خطيب وبتشوف ان هو الراجل ماشي ضهر في ضهرهم موجود معاهم في تدريباتهم موجود معاهم في رحلاتهم برا بيحضر مطشاتهم دي بالتأكيد دفع معنوية كبيرة جدا لأي العيب كورة وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله زي ما كان ليه دور مهم في تحقيق التسعة يكون ليه دور مهم كمان في تحقيق النجم العشرة ان شاء الله بإذن الله دي يجي الخط الهجوم عندك شحات مقدم من الحقيقة مستويات في الفترة الأخيرة كواسة جدا مطمئنة جدا أو مش 100% بالنسبة لمستوي الشحات اللي احنا مستنينه ولا اللي يناسب إمكانيات لعيب زي يا حسين الشحات لكن تقدر تقول انه بقى لعب مؤثر جدا 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 والأهم بالنسبة لي انه مركز في الكورة في الفترة الأخيرة المطشات الأخيرة بتقول انه حسين عايز وراجع وان شاء الله بإذن الله يكون زي ما كان حاضر في المناسبات المهمة جدا وقادر عن يكون حاسم ان شاء الله يكون ليه دور كبير جدا في مطش كايزر تشيفز وكمان معنا طهر محمد طهر عندنا شريف طبعا مقدم مستويات رائعة ومتصدر هدافي دوري العين فبالتالي كل قوة الأهلي الدربة جاهزة بإذن الله ان شاء الله التركيز والجدية والتوفيق زي ما قلت في بداية يكونوا في صالحنا